ليست في قم ولا مشهد ولا في الضاحية الجنوبية ببيروت إنها مشاهد قادمة من محافظة ديرزور شرقي سوريا التي باتت مركزا لإقامة الشعائر الوافدة من إيران بأديولوجيتها الطائفية ميليشيات بالعشرات سورية محلية ووافدة من العراق وإيران ولبنان أفغانستان وأذربيجان تأتمر بالحرس الثوري وتنتشر في محافظة ديرزور على الضفة الغربية لنهر الفرات تقول وكالة فرانس بريس في تقرير جديد إن ديرزور أكبر خزان إيراني للميليشيات ويقدر عدد عناصرهم بعشرات الآلاف ولد إيران كذلك في ديرزور أهم مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ وتحديدا في المنطقة الممتدة من الميادين غربا حتى البوكمال شرقا موقع ديرزور المحاذي للعراق جعلها في دائرة الاهتمام الإيراني فهي من جهة تؤمن الطريق الواصل بين بغداد ودمشق عبر البادية ومن جهة أخرى تكون منطلقا لأي عمليات عسكرية في العراق وسوريا فضلا عن أنها تقع بين قاعدة عين الأسد في الأنبار والتنف جنوب شرقي سوريا والشدادي شمالي سوريا وهذه كلها قواعد أمريكية وبذلك تكون إيران في مركز دائرة صراع النفوذ في هذين البلدين المتجاورين التمدد الإيراني في ديرزور يسبب إزعاجا لدولة حليفة لها روسيا التي تريد الاستئثار بمنابع الغاز والنفط في تلك المنطقة وتدعم ميليشيات تزاحم بها الميليشيات الإيرانية ويظهر هذا جليا في أعمدة نظام الأسد التي انقسمت بين ولاء لإيران أو لروسيا الموقف الأمريكي الجديد من النفوذ الإيراني في سوريا قد لا يتغير عما كان عليه في عهد ترامب كما تقول مجلة فورين بوليسي وربما تشهد الفترة القادمة صراعا ساخنا تكون ديرزور ساحته الملتهبة